أهلا بكم يا شباب طلاب أولى كلية التمريد مع حضراتكم دكتور محمود أم متخصص في علوم التمريد إن شاء الله هشرح لحضراتكم جميع المواد التمريدية بجانب بعض المواد الطبية زي كل هذه المواد سيتم شرحها بالتفصيل على القناة بإذن الله لو حضراتكم عندكم أي سؤال أو عايزين شرح لمادة معينة أو استفسار معين هسيب لحضراتكم لينك بيتج الفيسبوك تقدروا تدخلوا عليها وتسألوا الأسئلة لينكتو عايزينها أو تطلبوا شرح للنقاط معينة وهتجاوب مع حضراتكم ونزل لكم فيديوها التفصيلية لشرح هذه النقاط هنبدأ النهاردة بإذن الله بشرح أول محاضرة من محاضرات Fundamental of Nursing أساسيات التمريد وهي بعنوان Vital Signs العلامات الحيوية هنقسم العلامات الحيوية على محاضرتين النهاردة الجزء الأول هو Part 1 هنشرح المحاضرة بالتفصيل هفهم حضراتكم كل كلمة موجودة في المحاضرة طريقة السؤال هتيجي إزاي؟ إيه الفرق بين أنواع الأسئلة؟ سؤال MCQ ما معناه؟ سؤال Short AC ما معناه؟ سؤال Enumerate ما معناه؟ إن شاء الله هنجاوب على كل ده ونشرح شرح تفصيلي لحضراتكم بإذن الله يلا بينا هنشرح النهاردة إن شاء الله اللي هو Part 1 من Vital Signs الجزء الأول من المحاضرة وهو الخاص بتعريف Vital Signs ثم هنتكلم عن Temperature اللي هي درجة الحرارة وكل ما يتعلق بدرجة الحرارة ثم البلس اللي هو النبض وكل ما يتعلق بالنبض والكارستوريكستيك بتاعة النبض وأخيرا سؤال في النبض ممكن يجيلك في امتحان طيب خلال المحاضرة هقول لحضراتكم السؤال ممكن يجيلكوا إزاي؟ تتسألوا إزاي في هذه النقاط؟ إزاي تجابوا في هذه النقاط؟ ولكن في معلومة مهمة قبل ما نبدأ لازم أفرقلك بينها في حاجة اسمها MCQ يعني سؤال اختياري عارفين السؤال الاختياري أيام سنوي؟ هنا اسمه MCQ فلما أقول لك MCQ تعرف إن السؤال ده يجيلك اختياري True False معناه إن السؤال يجيلك صح وغلط True يعني صح False يعني غلط ثاني True يعني صح False يعني غلط في حاجة اسمها Short Essie يعني إيه Short Essie؟ Short Essie معناها فاكرين الأسئلة المقالية اللي كانت بتجيلكه في سنوية عامة وإنت تجاوب مثلا إجابات بسيطة على هذا السؤال هنا بالضبط اسمها Short Essie يبقى في الجامعة Short Essie معناها سؤال مقالي أنت هتجاوب عليه وهو نادرا أو بيبقى قليل يعني في الكلية بيبقى موجود في حاجتين والفاينال إجزام في حاجة اسمها Oral Oral معناها الشفوي يعني إيه الشفوي؟ يعني أنت تقعد قدام الدكتور ويسألك شفوي خلال التدريب العملي أو في امتحان الشفوي فبيبقى اسمه Oral يلا بينا نشرح بها المحاضرة باستفادة ونفهم كل معلومة موجودة في المحاضرة يلا بينا تعالوا نعرف الفيتال ساينز مع بعض عشان بس نفهم معناها مجرد تعريف فيتال ساينز are physical indications يعني إيه physical indication؟ يعني الإشارات الجسدية والعلامات الحيوية طب يعني إيه إشارات جسدية ويعني إيه علامات حيوية هي الحاجات اللي بتشير that an individual is alive إن هذا الإنسان على قيد الحياة إن هذا الإنسان ما زال حي هذا الإنسان يعيش حياته بصورة طبيعية لسه فيه الروح يبقى الحاجات دي وجودها وإن هي شغالة بالنسبة الطبيعية بتاعتها اللي هي الفيتال ساينز دي بتشير إن هذا الإنسان لسه حي لسه على قيد الحياة كمان إيه and the baseline data about individual وهي المعلومات الأساسية عن هذا ال individual عن هذا ال patient عن هذا المريض طب سؤال إزاي بقى هي بتشير إن الإنسان على قيد الحياة وإزاي هي معلومات أساسية الفيتال ساينز دي اللي هندرسها مع بعض دي هي basic information عن أي مريض هي الحاجات الأساسية والمعلومات الأساسية عند التعامل مع أي مريض هي أول حاجة بحصل عليها من المريض دايما هتسمعه في كلمة كده في العنبر أو في شغلك في المستشفى أو في التدريب العملي يقول لك فيتال المريض ده أو فيتال العنبر ده فيتال يعني هتلي فيتال ساينز هتلي basic information عن المريض ده عشان أعرف هو فين عشان أقدر أتعامل معاه موه لما تكون فيتال ساينز ليها معلومات معينة ومدلولات معينة أنا هعرف أنا هشتغل منين زي مثلا لما أجا أقول لك إيه أنت ذكر لي fundamental of nursing وديك محاضرة فأنت خلاص عرفتها هتذاكر المادة منين بداية من هذه المحاضرة بالضبط التعامل مع المريض بيبدأ من هي basic information عن البيشانت ده طيب إيه هي component of the vital science إيه هي محتويات هما five components هما خمس محتويات رئيسية والمفروض أن احنا هندرس هؤلاء الخمس محتويات بحيث نعرف كل حاجة منها محتوها إيه النسبة الطبيعية فيها إيه إيه اللي اختلاف فيها لو خصل مشكلة إزاي نتعامل مع هذا المريض أول شيء وهي temperature temperature ودي درجة الحرارة والاختصار بتاعها T يبقى temperature وهي درجة الحرارة والاختصار بتاعها T تاني حاجة وهي pulse 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 ده اللي هو النبض نبض القلب اسمه pulse اللي اختصار بتاعه P يبقى pulse P والنهاردة في حلقة النهاردة اللي هي الجزء الأول هناخد temperature وال pulse هنشرح اللي اتنين باستفادة تالت حاجة وهو respiration التنفس معدل التنفس بتاع المريض ده respiration هو معدل التنفس اختصاره R يبقى respiration اختصاره R رابع حاجة وهو blood pressure اللي هو ضغط الدم blood pressure اختصار بيدعو P بيبا لان blood pressure ده بيكون من كلمتين ضغط الدم فبناخد حرف من كل كلمة خامس حاجة معنا وهي بين assessment هو معدل الألم معدل الألم ده لتقييم بتدي درجة تقييم معينة يشير هذا الألم ده هل هو بسيط ولا هل هو مثلا مودرت متوسط ولا هل هو حاد acute او severe فدول الخمسة component هنشرح في temperature وال pulse النهاردة ان شاء الله اللي سلايد ده مهم ممكن تتسأله كأورال شافوي في المستشفى او يجي لك short essay في الميت ترم او في final exam ووضحنا الفرق ما بين الأورال وما بين short essay طب ايه هي الصيغ اللي بيجي بها السؤال ده وازاي نجاوب على هذا السؤال تعالوا نشوف بنقول vital signs are taken او صيغة تانية اقول لك indication for taking vital signs ما هي العلامات اللي هائسلك فيها vital signs من الاخر كده امتى هائس vital signs للمريد ده امتى هائس العلامات الحيوية للمريد ده تعالوا نجاوب عندنا سبع اجابات على هذا السؤال رقم واحد بتقول on admission and discharge admission معناها الدخول للمستشفى يعني ايه يعني انت شغال في المستشفى او قعد في الطوارق وداخل عليك مريد معين المريد هيقول لك سلام عليكم عليكم السلام بتاعتك هي اياس vital signs عليكم السلام بتاعتك هي اياس vital signs ليه لانها مهمة هي اول حاجة لازم اجيبها من المريد اول حاجة لازم اعملها مع المريد ليه عشان اجمع basic information data اجمع المعلومات الاساسية عن المريد ده اشوف temperature بتاعته نظامها ايه blood pressure pulse بتاعته لازم اشوف جميع العلامات الحيوية بتاعته نظامها ايه ووضعها ايه and discharge معناها في حالة الخروج من المستشفى يعني انا دلوقتي وانت دخل للمستشفى انا استلك جميع العلامات الحيوية وسجلتها ليه بقى عشان اعمل comparison بعد كده مع الخروج من المستشفى انت كنت دخل ازاي وخارج من عندي ازاي كنت داخل العلامات الحيوية بتاعتك فيها لغبطة عاملة ازاي وخارج من عندي عاملة ازاي لان في حالة الخروج لازم تكون جميع العلامات الحيوية في النسبة الطبيعية لها عشان كده بقسها في حالة الدخول للمستشفى وحالة الخروج للمستشفى رقم اتنين بتقول يعني ايه احنا دلوقتي اليوم بتاعنا بيكون 24 ساعة بيكون عبارة عن شفتين كل شفت 12 ساعة ازا اليوم بيتكون من شفتين والشفت 12 ساعة لما يكون المريض بتاعي دخل عندي والعلامات الحيوية بتاعته الفيتال سينز بتاعته طبيعية يعني ما فيهاش اي لغبطة يبقى انت هتسهله مرة واحدة في الشفت يعني ايه يعني مرة واحدة في الشفت اذا كان مرة في اليوم مرتين في اليوم ليه لان الشفت 12 ساعة واليوم في شفتين يبقى انت هتسهله مرتين في اليوم طب ليه هتسهله هو كويس برضو لازم اسهله هي روتين لازم اسهله لازم اسهله مرة في الشفت رقم 3 يعني ايه دلوقتي احنا عندنا العلامات الحيوية دي الى الفيتال سينز دي لو فيهم حاجة فيها مشكلة يعني مثلا درجة الخرارة عالية شوية او قليلة شوية البلاد بروشهر للضغط بتاعه عالي شوية او نازل شوية البلس بتاعه سريع او بطيء اي حاجة من الفيتال ساينز فيها مشكلة بقس لك العلامات الحيوية دي الفيتال ساينز كل اربع ساعات يعني كم مرة في الشفت تلات مرات في الشفت يعني كم مرة في اليوم ست مرات في اليوم طب هي دلوقتي لو فيه اي حاجة منها فيها مشكلة بيسهلك كل أربع ساعات يعني ثلاث مرات في الشفت ليه؟ عشان أحافظ عليك لازم أحميك من أنت تدخل في أي مهي درجة الحرارة لو ارتفعت ممكن بعد كده تدخلك في تدخلك في حمى فأنا عايز أمنعك أنت تدخل في أي مضاعفات نتيجة الخلل في أحد رقم أربعة نقول يعني إيه؟ أنت في اللي فوق كان فيه مشكلة إنما رقم أربعة دي أنت دلوقتي ماشي جنب المريض وحسيت كده إن هو سخن شوية حسيت إن الضغط يبطوه مش مزبط حسيت إن النبض مش مزبط التنفس مش مزبط ده حاجة اسمها إحساس أنت من نفسك كده حاسس يعني أنت بتشك إن ممكن يكونوا مش مزبطين لكن أنت ما قستش إذن هتعمل إيه؟ هتئيز بقى لازم أحاول الإحساس اللي عندي ده يا إما بالتأكيد يا إما بالخطأ يا إما فعلا في مشكلة يا إما ما فيش مشكلة لما تشك في أي مشكلة أو تحس أي إحساس لازم تجيس عشان تتأكد يعني إيه بلد رانزفيوشن؟ يعني نقل الدم دلوقتي أنا دلوقتي هنقلك دم أنا كنونر متبرع وفي واحد هيتنقله الدم أنا اللي هنقل الدم ده اللي هتبرع بالدم ده قبل ما أخذ منك الدم لازم أقسلك ما ممكن يكون عندك أنيميا والضغط بتاعك نازل شوية أخذ منك بلد رانزفيوشن أخذ منك نقل دم وبعد كده أنت تهبط مني واضطر أن أنا علق لك محليل لا طب من الأول أشوفك أنت وضعك إيه ديورين يعني وأنا بنقل الدم أقسهم لك برضو ما أنت ممكن تدخل مني لحظة كده في شوك ممكن تدخل في كمه ممكن ضغطك ينزل مرة واحدة فلازم أحافظ عليك ناس كتير تروح تتبرع بالدم وبعد ما يتبرع بالدم هو اللي يدوخ فنضطرنا على أقل محليل لا ده أنت برضو قبل ما تمشي من عندي لازم أتأكد أن الفيتال سينز بتاعتك طبعية فتبقى بفور ديورين أند أفتر بلد ترانزفيوشن نمبر سيكس منقول بفور أدمينستريتين بديكيشن ذات أفكت الفيتال سينز في أدوية معينة بتؤثر على الفيتال سينز يعني في أدوية بتعمل بطء في ضربات القلب أدوية بتسرع التنفس الأدوية بترفع الضغط الأدوية دي كلها طالما أنا عارف أن هي تأثر على الفيتال سينز لازم أسدك الفيتال سينز قبلها عشان أتأكد أن أنت طبيعي رقم سابعة والأخيرة هي يعني مثلا فيه الدكتور جي كشف وقال والله أنا عايزة تتأس في الوقت المعين ده خلاص هو كتب الأوردر أنت بقى هتنفذ الأوردر أنت كأخصائي طمريد أنت مسؤول عن تنفيذ المهام دي فأنت انت دلوقتي تكتب لك انت هتنفذه أن إزاي تقيسوا الفيتال سينز دي هنبدأ بأول فيتال سينز معنا وهي درجة الحرارة وخلينا متفقين أن كل معلومة مهمة هقولك هتتسأل فيها إزاي طريقة السؤال إزاي تجاوب عليها طيب المعلومة اللي بتكون لمعلوماتك فقط أو اللي أنا جايبها عشان أفهمك المعنى برضو هعرفها لك عشان ما تضيع شواتك فيها أنا غرضي إن أنا أفهمك المعلومة وأعرفك طريقة السؤال إزاي طيب يعني إيه تنبرتشور هي بتقول طب يعني إيه دلوقتي إحنا جسمنا بيحصل فيه تفاعلات كيميائية من جوه هو الجسم شغال سيستم مع نفسه من جوه في آخر كل ده الجسم بتاعك هيحافظ على درجة حرارة معينة وهي تكون درجة حرارة الجسم هي درجة الحرارة من تند بيضابادي يعني اللي تحافظ عليها عن طريق الجسم اللي في الآخر كده الجسم قال لك اتفضل أنا طلعت بدرجة الحرارة دي طب نحط لها تاني عن طريق المنظمة الصحة العالمية بتقول هو التوازن بين حكتين مهمتين جدا هو عملية إنتاج الحرارة عن طريق إن أنا باكل أكله معين فالأكل ده الفود ده فيبقى عندي عندي طاقة جوه الجسمي هو خسارة درجة الحرارة دي عن طريق بقى إن أنا بجري فبيحصل أو هعرفكو دلوقتي إزاي الهيتلوس ده بيحصل طبعا بالقول درجة الحرارة بتقسبي الدجري أو بالسليزيوس إذن ما معنى درجة الحرارة هي درجة الحرارة اللي بيحافظ عليها الجسم أو اللي بيطلع لك في الآخر بيها الجسم طيب التعريف ده تحفظه؟ لا ما تحفظوش إنت بس افهم معايا إن الجسم بيحصل في تفاعلات أو في بالانس في توازن بين حاجتين حاجة اسمها هيت بوردكشن وحاجة اسمها هيتلوس في الآخر يطلع لي الهيت بتاعت البدي طب إيه هي الهيتلوس دي بقى؟ إزاي الجسم بيفكد درجة الحرارة؟ تعال أقول لك هيتلوس ده أنتو هتدرسوه بالتفصيل في مادة الفيسيولوجي ولكن أنا عايز أعرفك بس العنوين الرئيسية طيب الهيتلوس اللي هو عملية فقد الحرارة بتحصل عن طريق أربع حاجات through radiation conduction conviction evaporation طب تعالوا بقى أشرح لك كل حاجة منهم معناها إيه وإزاي بتحصل هنبدأ بالradiation يعني إيه رادييشن؟ بص تعال الأول أديك بسأله وبعد كده أقول لك definition بتاعها دلوقتي شايفين الحطب اللي هو عليه نار ده ده كأنك مثلا جبت خطب أو شجر وولعت فيه أو أنت عملت خريقة كده أو ولعة في الشارع مثلا طبعا دي بعيدة أنا أبقى تجازل طيب الولعة دي لما أنت تعمل حاجة كبيرة أو ولعة كبيرة وتحوطها وتبدأ درجة الحرارة بتاعة الولعة دي تعالوا يعني النار بتاعلوا تعال أنت كده أقف قدامها وخليك بعيدة أنت طبعا مش هتقف على النار هتلاحظ أن جسمك بدأ يسخن لاحظها كده جسمك بدأ يسخن طب يعني إيه بدأ يسخن؟ الحرارة اللي في النار دي بدأت تنتقل من النار لجسمك فتلاقي أن جسمك سخن وبدأت ترجع خطوات لورا لاحظها لاحظها في أي حد مولع نار أو بتاع مش أقول لك روح ولع ولكن أنا أقول لك لحظها طيب عايز ألاحظها بس بطريقة بسيطة كده لو أنا بنت طيب تلاحظوها إزاي للسيدات أو البنات أو الأنسات هتيجوا البوتاجاز مثلا هتولعوا عين طيب هي ولعهم معلاش أي حاجة وإيديكو من فوق يعني مسافة مثلا خمسين سنتي كده من فوق عشان تبقوا بعيدة عن النهر وحطوا وديكو هتلاحظوا أن إيديكو بدأت تسخن فهتبعتوا وديكو طب هل أنتم لمستوا النار؟ لا ملمستوش النار إذن هي طريقة رادييشن طريقة إشعاع طريقة انتقال الحرارة من شيء لشيء بدون اللمس ما بينهم هي انتقلت من النار لجسمك أو من النار لإيدك بدون ما تلمس النار أو تخط إيدك فيها إذن ما هو الرادييشن بقى خلاص فهمنا تعالوا نقول هو نقل يعني من النار إلى جسمك أو من النار إلى إيدك بإيه بقى وزاوة أكتشوال كونتاكت بين the two أنت منمستش النار أنت محضتش إيدك في النار لا هي دركة الحرارة انتقلت من شيء اللي هو النار إلى سطح جسمك أو إلى إيدي بدون ملمس النار دي كلمة معانا وهي كونتاكشن طيب يعني إيه كونتاكشن بقى دلوقتي أنا لما أكون مثلا تعبان أو دماغي سخنة وبجيب مثلا تلج أحطه على دماغي أو أجيب مثلا اللي هو فوتة وحط فيها تلج أو مية سقعة جدا وحطها على دماغي هتحس إن إيه لو أنت دماغك كانت سخنة هتحس إن دماغك سقعت جدا طيب الساعة اللي جاية جامدة جدا دي عن طريق إيه عن طريق إن التلج لمس جسمك دماغك سقعت دماغي شايفين الصورة دي هو الراجل هو جايب تلج حطه مثلا في فوتة وحطه على دماغه فسقعت دماغه إذن هنا درجة الحرارة اللي هي الساعة قوي دي انتقلت من الشيء إلى جسمك عن طريق إيه عن طريق التلامس دي عكس اللي فاتت عكس الرادياشن فالرادياشن ما كانش فيه تلامس وزاوة اكشوال كونتاكت إنما هنا في اكشوال كونتاكت في دايريكت كونتاكت الحاجة دي اللي مستك طب يعني ايه تعرفها هي ترانسفير او هت فروم وان اوبجيك تو انازر اوبجيك وز دايريكت كونتاكت طب يعني ايه دايريكت كونتاكت زي اللي هو أنا عملت كمدات ساعة بمية ساعة أو بتالج طب ايه الفرق ما بين رادياشن وكنداكشن رادياشن ما كانش فيه تلامس مباشر كونداكشن فيه هنا تلامس مباشر مع اشي طب يعني ايه بقى كونتاكشن كونفكشن هي ترانسفير او هت او واي با داير موفمين شايفين مروحة شغالة مثلا وانا واقف او سيدة وقفة هنا طيب الهوى بتاع المروحة دي بيطير الشعر او بيخلي الهوى جاي على جسمك فبيحرك في هدومك وبيحرك في شعرك هي دي بقى كونفكشن ليه الحمل الحراري او النقل اللي هو الشي بيحصل له نقل عن طريق الهوى باي اير موفمين الاسلايت دا بقى مهم جدا وهو حفظه عبارة عن النسبة الطبيعية لدرجة حرارة الجسم لازم تحفظ الاسلايت دا طيب هي من ستة وتلاتين ونص لسبعة وتلاتين ونص درجة سيليزيوس تاني كده من ستة وتلاتين ونص لسبعة وتلاتين ونص درجة سيليزيوس اذا لو انا بقيس درجة حرارة لمريض معين طلعت بقى ستة وتلاتين ونص هو كده طبيعي سبعة وتلاتين ونص هو كده طبيعي اي رقم ما بين 36.5 إلى 37.5 انت كده طبيعي زي ايه زي 36.8 36.9 37.3 37.4 انت كده طبيعي طيب هل انا هقيس درجة الحرارة من مكان معين ولا لها اكتر من مكان وهقيسها يديه يعني انا بحط السيرمومتر واسيبه ويديه تعالوا بقى نقرأ مع بعض الكلام ده ونفهمه بدقول يعني المكان اللي هقيس منه درجة الحرارة ثاني خانة في المربع وهي مدة اللي هقيس فيها باختلاف الطرق ثم بعد كده اللي هو القراءة طيب احنا بنقيس درجة ده حرارة من مين يا اما اورلي من الفم يا اما اكزيلوري من تحت القبط يا اما ريكتل اللي هو من الشرج عندنا سيري من سايد سيبقى ثلاث اماكن رئيسية هي اورل من الفم من تحت القبط طب لو انا هقيسها من الفم اسيب السيرمومتر هحطه ثلاثة منت يعني ثلاث دقايق ثلاث دقايق السيرمومتر يكون في الفم تحت اللسان ثلاث دقايق ده سؤال MCQ يقولك انت تسيبه اد اي اورلي يبقى ثلاث دقايق طيب هكرأه ازاي الرقم اللي هيطلع هتقوله زي ما هو ودي يبقى درجة حرارة الاورال درجة حرارة التمبرتشر عن طريق الفم يعني مثلا حطيته في سيرمومتر في الفم ثلاث دقايق وطلع ستة وتتتين وسبعة هقولك درجة الحرارة ستة وتتتين وسبعة طلع سبعة وتتتين واثنين هقولك درجة الحرارة سبعة وتتتين واثنين دي معنى بيساوي ان انا بقرأ الرقم اللي طلع طب لو اجزلو ري بقى اللي هو من تحت القبط هسيبه خمس دقايق يبقى خمس دقايق يعني طيب شايف بدي بقى بكتب بلاس نص يعني بزود نص ازاي يعني انا حطيت سيرمومتر تحت القبط خمس دقايق وطلع ستة وتلاتين وتمانية ستة وتلاتين وإيه وتمانية هضيف نص على اللي طلع ده يبقى ستة وتلاتين وتمانية واضيف نص عليها تاني هضيف نص هقولك دلوقتي احنا ليه بنضيف بس خليك معايا يبقى وهضيف نص طب ريكتل اللي هو عن طريق فتحة الشرق بقيسه دقيقة وحدة والرقم اللي هيطلع أطرح منه نص الرقم اللي هيطلع أطرح منه نص طب تعالي بقى اقولك انا ليه في حالة الأجزلوري زودت نص وليه في حالة الريكتل قللت نص وليه في حالة الأورال لا زودت ولا قللت وانا قرأت نفس الرقم هجاوبك دلوقتي احنا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق جسمنا قسم درجات الحرارة مختلفة في جسمنا ودي من رحمة ربنا بينا ان مش جسمنا كله نفس درجة الحرارة يعني كأورال مش نفس درجة حرارة الأجزلوري اللي هو تحت القبط مش نفس درجة حرارة الريكتل طيب تفسيرها ايه تفسيرها ان يكون فيه بالانس يكون فيه توزيع عادل في درجات حرارة الجسم فاحنا بقى لما جينا في الكتب العلمية اتفقنا خداص الدكاتر اتفقوا ومنظمة الصحة العالمية اتفقت ان في حالة الأجزلوري هزود نص في حالة الريكتل هقلل نص انت مش هتسأل ليه بتزود ولا بتقلل ما لكش علاقة بالكلام ده ولكن هتسأل بزود ولا بقلل في أجزلوري بزود ولا لا في ريكتل بقلل ولا لا يبقى ده الاصلاي ده مهم جدا ويتخفز العوامل اللي بتؤثر على درجة حرارة الجسم سواء كان انها بترفع من درجة حرارة الجسم او بتقلل من درجة حرارة الجسم وهما تعالوا نشرحهم مع بعض اول حاجة وهي العمر سن الانسان طب ازاي السن ده بيؤثر على درجة حرارة الجسم هنعمل ما بين فئتين ما بين الاطفال والالدرلي بيبل اللي هم فوق الخمسة وستين سنة دلوقتي في حاجة عندنا اسمها الميتابوليكريت او التمثيل الغذائي او الايد الغذائي يعني هو ليه تعريف كده هو بالعربي هو اننا لما انا اكل 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 بحول الاكل ده لمصدر طاقة في الجسم يعني مثلا انا اتغديت بعد كده هقدر اجري ليه لان انا باع عندي طاقة طيب الاطفال عشان هم اكتر فئة محتاجة احسن الله محتاجة تطور ونمو للعضلات والعظام فهم عندهم الميتابوليكريت ده عالي يعني معدل الحرقة عندهم عالي عشان كده درجة حرارتهم بتبقى اعلى من الالدرلي بيبل من الناس اللي فوق خمسة وستين درجة حرارتهم منخفضة ليه؟ لان الميتابوليكريت عندهم قليل لان خلاص هو جسمهم مش بحتاجة يامه تاني هم الناس عدوا مرحلة النمو والاكتفاء من النمو نمبر تو وهي الاكسورسايز التمارين انا دلوقتي لما اجي اجري لمدة ربع ساعة بعمل طاقة بحرق عملية الحرق والسخونة في العضلات دي دي بترفع من درجة حرارة الجسم فبالتالي ان هي بتؤثر على درجة حرارة الجسم نمبر سري وهي الاستريس الاستريس اللي هو التعصب او ان يحصل موقف يضيقني جدا فيه هرمونين بيتفرزوا من الجسم هما هرمون الكورتيزور والادرينالين دول بيأثروا على درجة حرارة الجسم فدائما في حالة النرفزة والاستريس تلاقي ان درجة حرارة الشخص ارتفعت رابع حاجة وهي الجندر الجندر اللي هو الميل والفيميل يعني الزكر والانسة الولد والبنت الشاب والانسة هو ما بيبقاش فيه فرق قوي في النوع ان هو يؤثر على التمبرتشار ولكن نظرا لوجود هرمونات مختلفة في الفتيات او الانسات فدي بتؤثر على التفاق درجة حرارة الجسم بتاعهم عن الولاد رقم خالصة وهي الانفيرومنت طبيعة الجو اللي احنا فيه هل الجو اللي احنا فيه حار وبالتالي لما تكون انت قاعد في قوضة حارة درجة حرارة جسمك بترتفع ولا درجة حرارة بردة او درجة حرارة منخفضة وبالتالي يكون فيه بروضة ولحظة سقعة كده في الجو وبالتالي الجسم بيكتسب هذه البرودة فدرجة حارت الجسم بتنزل رقم ستة وهي اللي سموكينج اللي سموكينج عشان التدخين ده فيه عمليات كيميائية وهو مصنوع من تبغ وهذا التبغ لما يدخل جسمك بيؤثر على جسمك وعلى وظائف جسمك وبالتالي بيرفع من درجة حرارة الجسم دول السكس فاكتورز اللي بتأفكت البادي تيمبريتش كلمة كونترا انديكيشن دي لما تشوفوها في اي مادة من المواد الطبية معناها موانا كونترا انديكيشن معناها موانا بنقول كونترا انديكيشن فور اورال ميسود معناها موانا الاورال ميسود موانا اني يائس التمبريتشر اورال موانا اني يائسها من الفم عندنا مجموعة مرضى لو شفت اي مريض من هؤلاء المرضى ممنوع تيصدو درجة الحرارة اورال ولو جايلك سؤال MCQ بيقولك مريض عنده كذا وطلع ان المريض ده من هؤلاء المرضى ما بنوعه تختار طريقة الأورال ميسود طب من هم هؤلاء المرضى؟ تعالوا نشوف اول مريض وهو مريض المريض الانكونشاس اللي عنده لا وعي الغير وعي يعني ايه؟ يعني هو مريض موجود في الاي سي يو في العناية المركزة وفي حالة كومة عنده غيبوبة طيب ده انت هتحط السيرمومتر تحت اللسان ازاي؟ مش هينفع طبعا ومش هيرى فيه في الهلية لانه هو في حالة انكونشاس حالة عدم وعي فممنوع تقصد انكونشاس بيشن عن طريق الأورال ميسود تاني مريضه هو المنتلي ال بيشن يعني منتلي ال منتلي ال يعني عنده مرض عقلي او مرض نفسي زي امراض الاسكيزوفرينيا والديليوشن والديبروشن اي مريض من المرضى النفسيين ممنوع تقصد أورال طب ليه؟ لان ده انت لو حطيته السيرمومتر تحت لسانه ممكن يكسر السيرمومتر والزئبك اللي في السيرمومتر يبلعه فيحصل له حالة تسمم فممنوع تيسهل اي شخص منتل عن طريق الأورال تالت حاجة وهو يعني ايه الطفل الصغير جدا والشخص اللي هو في حالة شيخوخة اللي هو كيبير جدا من بعد الستين وانت طالع ليه؟ لان ده ممكن ما يركش الطفل طبعا مش هينفه لكن الشخص الكبير ده ممكن تقوله اضغط لسانك يوم شايل لسانه او يحطه في بقه ويقفل عليه فطبعا غرض القراءة هتكون خطأ فاحنا لازم نبقى عارفين نقيس الطريقة ازاي رابع حاجة هو اللي هو الشخص اللي مش قاعد ساكت اللي هو عنده حالة صرع او عنده حالة هيجان غير طبيعية يعني ايه؟ يعني عمل يتحرك ويزق في ايدك ويعمل في ايدك طب ما ده برضو ممكن يكسر السيرمومتر ويبلع الزئبك الموجود فيه رقم ستة هو يعني ايه؟ يعني اللي عنده كحة مستمرة بيكح كتير طب انت هتسبت السيرمومتر ازاي خمس دقائق في بقه مش هينفع طبعا برضو المريض اللي هو اللي عنده مشاكل في التنفس عارفين مرضى الازمة التنفسية او اللي هو دائما بيمشي بخاخة طب ده موز بريثر هتسبت له هتقفل بقه ازاي خمس دقائق اوه اصلا بيتدفس عن طريق البق لان المناخير بتاعته مش بيعرف يتدفس منها بنسبة مية في المية اخر بيشن هو اللي عامل مشكلة بقه في مثلا في بقه او في المناخير او اللي هي النوز بتاعته طب هو دلاتي لو عامل عملية جراحية في الانف هيتنفس ازاي هو بتنفس عن طريق البق طب وانت كمان باعيزه يقفل بقه خمس دقائق فازاي مش هينفع فهي دي هؤلاء المرضى ممنوع تصدهم اورم تاني معنا وهي كونتر انديكيشن فور تيكينج ريكتال تيمبريتشر تفاقنا كونتر انديكيشن يعني موانع تيكينج ريكتال تيمبريتشر ان انا ايز درجة الحرارة عن طريق الريكتال عن طريق فتحة الشرج نمبر وان بنقول ديورية اورسيجري انزا اينس ديورية يعني اسهال وانا كنت اعمل كورس كامل عن المصطلحات والاختصارات الطبية تقدروا تتبقوه هيفيدكو في جميع المواد الطبية هسيبلكو اللينك بتاعه في وصف الفيديو هنا وفي الكومنتات طيب ديورية يعني اسهال اورسيرجري انزا اينس او عملية جراحية في الاينس في فتحة الشرج زي البواسير والنصور الشرجي تاني حاجة هي في مرض معين او في التهاب في الريكتال او في مشكلة في الاوبنينج بتاعة الاينس زي الفشر الشرج الشرجي فاي حاجة من الحالات دي او مريض عنده اي مرض من الامراض دي ممنوع تيسهاله ريكتال معلومة مهمة كده على جنب انا اعمل كورس اسمه كورس المصطلحات والاختصارات الطبية وهو كامل ومجاني على القناة ده لجميع الكليات الطبية اهمية الكورس ده ان انا شرحلك فيه بدايات ونهايات تعرفك معاني الكلمات بدون ما تكون عارف معنا الكلمة دي الكورس ده مهم جدا تتابعوه هيأسسكم ايا كانت السنة الدراسية اللي فيها ايا كانت كلية حضراتكم اي كلية داخل المجال الطبي تقدر تستفيد من الكورس ده ويفيدهم في جميع المواد لان هنا هنلاقي كلمات دلوقتي انتو لو متابعين الكورس هتعرفوا الكلمات دي نقدر نكونها ازاي ونعرف معناها ازاي لو احنا حتى اول مرة نشوفها طيب نرجع لموضانا اتفقنا ان من 36.5 37.5 درجة يبقى من 36.5 37.5 طيب بنسمع بقى حد يقولك ده درجة حرارته نزلة ده درجة حرارته مرتفعة وعالية قوي ده عنده حمى بنسمع الكلمات دي طب هل بقى الكلمات دي بتتقلع شوائي كده هباءا كده لا احنا بنقيس درجة الحرارة بيطلع رقم معين وبناء على هذا الرقم بنشخص ونقول ان ده عنده ارتفاع في درجة الحرارة عنده انخفاض في درجة الحرارة او عنده حمى طيب احنا قلنا من 36.5 37.5 انت كده طب ايه طب لو اقل من 36.5 يبقى انت كده هيبوسيرميا يبقى هيبوسيرميا معناها ان درجة الحرارة اقل من 36.5 لو انت دارس الكورس هتعرف يعني هيبوسيرميا يعني انخفاض في درجة حرارة الجسم هتعرف كوناك كلمة ازاي هناك طيب عشان كده يقول لك ده درجة حرارته منخفضة انت اقول منخفضة لو اقل من 36.5 لذا لما تيجي تقص درجة الحرارة لاي مريض اي مريض بقى وتلاقيها 36.5 تكتب جنبها كده هيبوسيرميا هيبوسيرميا لو ما كتبتش الكلمة كده ده التشخيص الطبي هتحصب لك خطأ لو انت في طالب في التدريب العامل وما كتبتاش هتنقل درجات لو انت شغال في مستشفى لن يعترف بتشخيصك لازم تكتب هيبوسيرميا وجنبها الرقم ده طلع بقى 34 ده طلع 35 ده طلع 36.4 يبقى انت كده قليل طيب يبقى انت كده يعني هيبوسيرميا فاقلم من النصدق الطبي طب اتفقنا من 36.5 إلى 37.5 ده المكياس اللي بنمشي عليه ده المكياس الطبيعي ارتفعت عنه نزلت عنه انت كده في خطر سواء فوق أو تحت فالمكياس الطبيعي هو اللي يعرفني انا طالع ولا نازل طب لو زيت عن 37.5 إلى 38.5 يبقى ده حاجة اسمها ايه هيبر سيرميا هيبر سيرميا يعني ارتفاع في درجة حرارة الجسم من 37.5 لـ 38.5 اي رقم ما بينهم اي رقم يطلع لك في النسبة دي انت كده هيبر سيرميا طيب الحمى بقى اللي هي اسمها فيفر هي فوق 38.5 يبقى 38.5 درجة اعلى من 38.5 انت كده حمى كده فيفر الحمى دي مرض خطير جدا وبنسمع عنه كتير جدا وهقولك دلوقتي ازاي تتعامل مع مريض حمى السلايد ده مهم جدا لان فيه سؤال في الامتخان طب نقول ايه هو ونقول السؤال هيجي ازاي سين وسمتم مجموعة العلامات الموضحة والمشخصة للفيفر اللي هي الحمى العلامات دي لما تلاقي منها شوية موجودين في بيشنط معين معناه ان هذا الشخص عنده فيفر فاحنا بنشخصه انه هو فيفر سؤال يجي لك في الامتخان يقولك شخص عنده سن كذا وبيشتكي من كذا وعنده اعراض واحد اتنين تلاتة هذه الاعراض اللي هي واحد اتنين تلاتة هتكون اتنين تلاتة من هذه الاعراض من التسعة دول فانت تشخصه انه هو فيفر هقولك اعمل لي نيرسينج انترفينشن هقولك دلوقتي في الاصداد اللي جاي ازاي تتعامل مع هذا المريض طب ايه هي السين وسمتم دي تعالوا نفهمها رقم واحد هو معناها احمرار الوجه والجلد بتاع الشخص تلاقي وشه وجسبه كله احمر ومحمر بدرجة ملخوظة نمبر اتنين هو نمبر تلاتة هو طب يعني ايه دي ويعني ايه دي رقم اتنين لا هو معدل نبضاتك هيبقى سريع رقم تلاتة هو معدل التنفس بتاعك سريع الحمى من اعراضها ان هي بتخلي التنفس سريع والنبض سريع طيب بعد كده ايه هنلاقيه حاجة اسمها دراي ماوس عارف انت لما تكون صايم وشغل طول اليوم وبتوصل قبل المغرب بعشرة دقائة لايه مثلا شفايفك نشفه ومنتش قادر تبلع ريئك هي دي دراي ماوس ان ريئك نشف وشفايفك نشفه فانت منتش قادر تبلع ريئك نمبر فايف وهي سيرست بتبقى عطشان جدا فانت عمال تشرب في مية عشان تهدي النار اللي موجودة جوه كمان فيه رقم ستة اللي هو فوق دان الشهية مش جاي له نفسي يأكل اي حاجة ومش نستطعم اي شيء طيب نمبر سبع يعني العرق هو عمال يعرق عمال يصدع بيبقى عنده رقم طيال دايخ مش بركز عنده صدع عنده قلق عنده قلق ورعشة وعرقان فببقى موجود فيه هذه الحاجات وبيكون فاتيج بيكون تعبان ماهوش قادر يتحرك يقول لك جسمي مقصر فهذه الثانو سيمتوم لما تلاقي منها اثنين تلاتة شخصوا على اساس انه هو فيفر طيب نعمل ايه في حالة الفيفر تعالوا نشوف اهم جدا اللي صلاة ده سؤال شافوا وتجاوبوا او تنزل التدريب العملي في سنة اولى في المستشفى وتشخص مريض انه هو فيفر لازم تعملوا هذه التدخلات طيب نعمل ايه بها تعالوا نجاوب اول حاجة خلاص انا شخصتك ان انت فيفر شخصتك ان انت شخصة عندك اه حمى اللي هي فيفر طيب انا شخصتك عن طريق ايه عن طريق اياس درجة الحرارة اذا خلاص انا شخصتك هائسهلك كل ربع ساعة لمدة ساعة كل ربع ساعة لمدة ساعة ثم كل نص ساعة في الساعة التانية يعني أنا شخصتك دلوقتي لمدة ساعة هائسلك كل ربع ساعة درجة الحرارة عشان أشوفك وصلت الكام فاستهلك أربع مرات وبعدين نص ساعة في الساعة التانية يعني إيه؟ يعني كل نص ساعة في الساعة التانية وبعد كده كل ساعة طيب إزاي؟ وليه هائسها كل ده؟ وليه عدد المرات ده لأننا بمجرد التشخيص هبدأ أتدخل وعمل حاجات تؤلل وتصبت من هذه الفيفر من هذه الحم فأنا بائسها كل شوية أشوفك وصلت الفين معايا يعني إيه يعني هشربه سواء الكتير جدا يشرب مية يشرب عصير توصل معايا لدرجة 3 لتر في اليوم وهذه الحاجات بتؤلل من درجة الحراء اللي هي فيفر وتودينا الرقم 3 اللي هي دلوقتي لو انت عندك فيفر وبتدخل الحمام كتير أنا لازم أعمل توازم ما بين كمية الحرارة أو اللي هي المية اللي خارجة منك عن طريق العرق أو عن طريق اللي هو التبول وكمية المية اللي انت هتشربها لأن لو كمية الخارج منك أعلى من كمية الداخل ممكن تخش مني بعد كده في جفاف ودي حالة مرضية أخرى فأنا أمنعك من كل ده نمبر 4 وهو cold drink أشربك مشروبات ساعة على قد مقدر عشان تقلل من هذه الارتفاع في درجة الحرارة نمبر 5 أنا هناك كنت بقولك من العلامات المميزة dry mouse هنا أقولك بقى frequent mouse wash and bath أخسر له جسمه إن أنا أرطبه له وماوس ووش إن أنا أخسر له منطقة الفم بتاعته عشان أعمل إن ريء بتاعه يجري ويكون رطب نمبر 6 وهو fan and good ventilation طب يعني إيه؟ هشغلك مروحة هفتح لك الشبابي أخلي بها حواليك هادية عشان ما تتعبكش فلازم أهوي المنطقة لو أنت لابس لبس تقيل هقللك اللبس ده هعمل نمبر 7 يعني إيه؟ أخلي لسه عليك مش تقيل ما يحرركش زيادة إنت مش ناقص نمبر 8 وهي cold compresses يعني إن أنا أعمل كمدات مية ساعة فيه بقى مريض الفيفر ياخد حاجة اسمها anti birotic anti birotic يبقى جيف anti birotic as doctor order إن أنا هديك مضاد لهذه الفيفر يؤلل هذه الفيفر اسمه anti birotic ودي nursing care لأي مريض عنده فيفر تاني جزء معنا من vital science في حلقاتنا النهاردة وهو pulse طب ما هو تعريف pulse إيه هو النبض ده إحنا كتير بنسمع عن النبض لكن ما نعرفش معناه تعالوا نفهم المعنى هنجيب ديفنش نفهم بيه the pulse is bulbable bounding of blood flow هو تدفق الدم يعني إيه تدفق الدم يعني هو سريان الدم في الشرايين والأوردة noted at various points يعني إيه بقدر ألاحظه وقيسه من مناطق مختلفة في الجسم يبقى noted at various points on the body مناطق مختلفة 12-13 من طاعة من الجسم وهنعرفهم دلوقتي طب وده جاي من إيه resulting from left ventricular contraction اللي هو عن طريق ventricular contraction especially in left بيحصل contraction وبيعمل سرايان لهذا الدم أو تدفق للblood فرو طب نجيب تعريف تاني بسيط كده نقول هو it's an indicator of circulatory status يعني إيه يعني إن الدورة الدموية بتاعتك شغالة ففيه نبض موجود طيب بمجرد غياب النبض إذن السيركيلات لستيتس بتاعتك فيها absent فيها خلل حصل هو بتحد في الدورة الدموية النبض بتاعك وقف إذن أنت كده شخص متوفي فده معنى النبض sides of taking balls الأماكن اللقضة رئيس منها النبض أنا هنا هقول لها هدرككم على جميع الأماكن اللقضة رئيس منها النبض ويشور لكم عليها وكمان هقول لها هدرككم على المكان اللي منقيس منه النبض ونتأكد منه إن المريض توفى ولا لأ ولكن في succession العملي هتعرفوا إزاي تحسوا النبض في جميع هذه الأماكن أول مكان بحس فيه النبض هو temporal artery مش هور لك عليه عند الحاجب كده جنب الحاجب على طول temporal artery تاني حاجة وهو في نهاية الدم اسمه facial artery ومش هور لك عليه تالت واحد وهو أهم واحد وهو carotid artery carotid artery ده بتأكد منه إن المريض توفى طيب أستعلم عنه إزاي أقيسه إزاي هقول لحضرتك حالا كلنا عارفين تفاحة آدم اللي عندنا جرب تعملها دلوقت تفاحة آدم دي حتى لو مش موجودة لكن إحنا عارفين مكانها هتجيب تو يعني صبعين أو ثلاثة حط إيدك على يمين كده تفاحة آدم أو على شمال تفاحة آدم على اليمين أو على الشمال وهده هتبدأ تحس بنبض تحت إيدك حاجة كده زي دم بيخبطك المكان ده اسمه carotid artery بتأكد منه إن المريض توفى طيب أنت كطالب لو شخص توفى تقدر تتأكد منه؟ تقدر لكن ما تحكمش أنت كطالب ما لكش دعوة أنت كطالب ما لكش دعوة لازم يكون حده متخصص دي حالة وفاة فما ينفعش أن أنت تغامل لأن أنت ممكن ما تكونش عارف تقيس النبط طيب إيه هي الأماكن الثانية؟ brachial artery وradial artery brachial artery شاورتلك عليه وradial artery شاورتلك عليه والتنين دول هما المستقمن use لأنه لما باجأ إيه الضغط بمشي على الاتنين دول ثم femoral artery bubletal artery posterior tibial artery dorsal spades artery دول الأماكن فيه كمان مكان اسمه apical artery في القلب الapical artery ده في القلب هو مستقمن في البيدياتري يعني أقصر استخداما في حالات الأطفال ولكن فيه حاجة اسمها pulse deficit هشرح لكم في آخر المحاضرة دي بنازم بنحتاج فيها الapical artery فإحنا لازم برضو نكون عارفين الapical artery characteristics of the pulse المعلومة دي مهمة جدا بقى ليه؟ لأنه لما هتيجي تكتب sheet لازم تكتب criteria دي كاملة هذه الخصائص كاملة سواء في النب أو في التنفس اللي اتنين ليهم criteria لو أنا بكتب sheet لازم أكتبها كاملة طيب فيه معلومة منهم ميز دي مني ما كتبتهاش إذن يخصم منك درجات وتبقى معلومتك غير مكتملة والكشف بتاعك على المريض غير مكتمل عشان كده criteria لازم تكتب كاملة طيب إيه هي criteria دي؟ أول حاجة rate تاني حاجة erasm تالت حاجة volume تعال بقى فهمك كل واحدة من دول إيه؟ وإزاي تشخص المريض وإزاي تكتب معلومة كاملة بهذه criteria التلاتة أول حاجة من characteristics بتاعت البلس الكريتيريا بتاعت البلس وهو rate طب إيه هو تعريف rate؟ عشان نفهم معناه بس It's the number of peripheral pulsation bulbated in one minute يعني إيه هو عدد النبضات اللي أنا أحسها خلال دي إحنا اتفقنا إن إحنا عندنا مناطق مختلفة نقدر نيس منها النبض تمام واتفقنا إن إحنا في ساكيشن العملي هنتعلم إزاي نحس النبض في هذه المناطق المختلفة جميل طيب أنا أحسها لمدة دقيقة يعني أنا هقيس النبض لمدة دقيقة هقيس عدد النبضات هعد عدد النبضات طيب ولازم أبقى عارف normal range النسبة الطبيعية عشان لو أكتر من النسبة الطبيعية هيبقى له تشخيص لو أقل من النسبة الطبيعية يبقى له تشخيص طيب أنا دلوقتي هقيس النبض دلوقتي وهيطلع معي رقم أعرف من إيه النسبة الطبيعية تعال نشرحها بنقول إن normal range for the adult من 60% beat per minute والتمييز ده مهم جدا يبقى من 60% beat per minute طيب يعني من 60% يعني لما أنت تقيس النبض وتعده هيطلع معك رقم لو الرقم اللي طلع من 60% محصور ما بينهم beat per minute يعني نبضة في دقيقة إذن أنت كده طبيعي وإنت في normal range طيب لو طلع الرقم أكتر من 100 أو أقل من 60 إذن لو طلع فوق الممكن أو أقل من الممكن هل هيبقى له تشخيص بالزبط هيبقى له تشخيص وشرحنا المعنى الحرفي للتشخيص وأصل الكلمة جهي إزاي في كورس المصطلحات وهو موجود على القناة من كلماته takicardia bradycardia takibnia bradybnia هؤلاء الكلمات مشروحين بالاستفاضة في الكورس طيب لو أكتر من 100 more than 100 beat per minute أكتر من 100 يبقى تشخيص اسمه takicardia takicardia عايز تعرف أصل الكلمة ارجع لكورس المصطلحات طيب لو أقل من 60 beat per minute يبقى bradycardia bradycardia takicardia معنى هاي؟ هشرح حالق هي أكتر من 100 يبقى فيها إيه؟ يبقى فيه سرعة ضربات القلب لأنه في خلال دقيقة عدت أكتر من 100 طيب بريديcardia يبقى فيه بطء ضربات القلب لأنه في دقيقة واحدة عدت أقل من 60 إذن takicardia معنى ها سرعة في ضربات القلب أو نبضات القلب bradycardia معنى ها بطء ضربات القلب أو نبضات القلب إذن ده كل ما يخص الريت ثاني شيء من الكريتيريا بتاعت البالس وهو طب ما معنى الرسم هو يعني ايه بالعربي يعني انا دلوقتي بحس النبض هل ما بين النبضة والتانية بتقعد فترة ولا وراها على طول لو هي وراها على طول يبقى هي اول حاجة وتكون ايه لانها منتزمة نبضة ورا نبضة ورا نبضة اذا عدد النبضات في انتظام بحسهم بانتظام طب بالحالة التانية ان ييجي نبضة وتستقل شوية وبعدها تيجي نبضة وتغيب شوية وتيجي نبضة تغيب شوية اذا هي حالة يعني ايه يعني في عدم انتظام ما بين النبضة والاخرى اذا هو معناه بالعربي النبضات هل فيها انتظام ولا لا هل بحسها ورا بعض يبقى منتظمة ولا واحدة وبيتغيب اللي بعدها يبقى غير منتظمة وهو مهم وهو الفوليوم ثالث شيء من الكريتريا بتاعة البلس وهو الفوليوم معناه طيب تعالوا بقى نشوف دلوقتي شايفين الارقام دي سفر واحد اتنين ثلاثة هتكتب رقم منهم والرقم ده لومدلول معين اي له معنى معين دلوقتي انت هتيجي تحس النبض وليكن الراديال انت خلاص اتعلمت ازاي تيسو وهتيجي تيسو راديال طيب هحط ايدي على الارتري المفروض هحس النبض تحت ايدي حلو في حالة الوفاة ان هذا الشخص المتوفي يبقى النبض ده ايه ابسنت ابسنت يعني غايب يعني مش موجود فهندي له سكور ايه صفر ومعناها ايه التفسير ايه ان مفيش نبض انا مش حاسس بنبض اذا الشخص ده ما عندوش نبض يبقى ايه يبقى ابسنت يبقى متوفي يبقى تكتب جنبه صفر طيب حلو لو انا بحس النبض وحاسس ان هو ضعيف تحت ايدي يعني بحسه بالعافية بصعوبة بركز اوي زيادة عن اللزوم عشان افهم النبض يبقى النبض في الحالة ده ايه ضعيف يعني ايه ادي له سكور واحد طيب معناه ايه معناه ان ان انا في صعوبة عشان احس بالنبض ده في صعوبة عشان اشعر بالنبض ده تحت ايدي طب حطت ايدي وتمام حصه طبيعي مفيش اي مشكلة نبضة وراها التانية وراها التالتة اذا احنا كده نورمل ندي له سكور اتنين يبقى نورمل سكور اتنين تفسيرها ان هو ان انا حاسس النبض تحت ايدي بشكل سهل انا مجرد ما حطيت ايدي على اي شريان اللي هو ارتري من اللي انا اقدر اسمنهم النبض حسيته بسهولة وما فيش اي مشكلة طب في حالة ان انا حطيت ايدي حسيت ان حاجة بتخبطني النبض كده بيخبط فوق بعضه اللي هو سريع سريع جدا حس ان هو بيخبط ايدك او بيرفع ايدك عن المكان اللي انت بتاسمن عن النبض بيبقى في هذه الحالة اسمه باويندين يعني ايه باويندين يعني مندفع بتديله سكور سري طب معناها ايه معناها سترونج اللي هو النبض قوي جدا سريع جدا يعني ايه يعني انا لما اجي احط ايدي مثلا على الراديا لو هقيس النبض على ايدي وبضغط النبض المفروض يقل معي لما اضغط انا ادي بريشر جامد المفروض ان النبض يقل معي زي ايه زي مثلا ما يكون شخص طالع اوضة وانت مثلا فوق الاوضة فهو بيطلع وانت بتزقه التحت فهو مهوش قادر يطلع هي دي الحالة لكن هنا بقى بنقول مهما انت بتضغط لا هو بيزقك وبيطلع اذا ده بنيدي له سكور تلاتة تعالى بقى اقول لك ازاي تكتب التلاتة اودك بيسال ازاي انا كاتب التلاتة دي الفورمة اللي هتكتب فيها البلز لازم تكتبه بالطريقة دي وليكن انت تتعاملت مع مريض معين بيشانت معين واستله النبض بتاعه وطلع تلاتة وسبعين فهتكتب بيشانت باص از تلاتة وسبعين بيت بير مينت مهم جدا التمييز طيب من ستين لمية اتفقنا من ده بتاع الباص فهتكتب جنبها نورمال ده بالنسبة للريت تاني حاجة او ريزم هل انت حسيته ريجولر ولا إيه ريجولر ريجولر ولا إيه ريجولر طب اعرفها ازاي عن طريق كان النبضة بتيجي بعدها النبضة بتيجي بعدها النبضة ولا النبضة ما تحسش حاجة نبضة ما تحسش حاجة نبضة ففيه غياب فيه تقطع ما بين النبضات هو كنت بحسه بشكل مستمر هو بشكل طبيعي اذا الرزم بتاعه ريجولر تالي شيء وهو أنا حسيته بسهولة طيب بسهولة دي يعني نورمال قديله بلاس تو بلاس تو واكتب جنبه نورمال لازم فورمت ببالسة تكذب بهذا الشكل في حالة مرضية باسمها ببالس ديفيست انت ممكن تقابلها اثناء التدريب العملي ولكن نادرا يعني او لو دكتور حابب يرخب عليكم بيقولك احسب لي بلس ديفيست تمام يعني ايه بس بلس ديفيست كده هو ان القلب نفسه فيه كسور في الكنتريكشن فما بيعملش بمبل البلد فلو كويس فيه عجز في النبض فيه ضيق في النبض قوة النبض ضعيفة طب حلو احسب البلس ديفيست ده ازاي احنا اتفقنا انه عندنا حاجة اسمها شائع في حالات الاطفال ان انا بيقيسه في الاطفال ولكن ممكن ايقيسه في الاضلت وعندي هجيب المعادلة ازاي هكتب البلس ديفيست زي ما هي هجيب يعني ناقص وهقيس النبض يبقى عندي كده اثنين بلس ساوي ناقص الحلو النسبة الطبيعية ممكن من 5 لعشرة بيت بر مينت إذن لما أنا أطرح الابيكال بالس والرقم اللي هيطلع طلع من 5 لعشرة يبقى أنا كده في النورمل يعني دكتور يقول لك احسم اللي الivolز بتاعة البشنت ده ها Peace mano واeAr tug يبقى عندنا كده كم معطا معطيين أطرح الابيكال ناقص يطلع للرقم لو الرقم ده طلع من 5 لعشرة بيت بير مينت ابقى أنا كده نورمل تعال أديك مثال عشان أفهمك المعلومة بقول لك ايه جي دي اختصارا فور اكزامبل كده في ابيكال بالس بيساوي 100 bit per minute يعني ابيكال بالس ناقصته عنده مريض وطلع 100 وقصت الراديال بالس 90 bit per minute وقصت الراديال بالس 90 عنده مريض احسب للبالس دفست سهلا البالس دفست بيساوي ايه الابيكال بالس اللي هو كان كام كان 100 مينس او ناقص الراديال بالس اللي هو كان كام 90 طلع كام 10 bit per minute طب عشرة دي normal ولا مش normal هرجع لفورميت النورمل فوقها النورمل من 5 لعشرة اه ده عشرة يعني normal اذا وزن normal اللي هو خلال النسبة الطبيعية او هو في النسبة الطبيعية لهذا المريض وبكده بينتهي الجزء الاول من محاضرة الفيتال ساينز لو في معلومة مش واضحة لحضراتكم او في اي استفسار بخصوص اي نقطة في المحاضرة او لو طلبين شرح لنقاط معينة في مواد معينة او للاستعلام عن جدوى للمحاضرات تقدروا تسألوني عن طريق بيج الفيسبوك هسيب لينج البيج في وصف الفيديو هنا وفي الكومنتات تاني شيء وهو كورس المصطلحات والاعتصالات الطبية لجميع الكليات الطبية الكورس ده حجر اساس لأي طالب في المجال الطبي تقدروا تتابعوه المستوى الاول عبارة عن 10 حلقات كامل مجاني على القناة كان معكم دكتور محمود المتخصص في علوم التمريد شكرا